السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو نهاردة ان شاء الله. هشرح معكم طريقة عمل واحدة مربعة سهلة ومميزة لعمل مفرش للسفرة او مفرش للسرير. او كمان بطانية بيبيو ممكن نستخدمها في الملابس لعمل جلوزة او كاردجان او شنطة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. كمان تنول اعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوت متوسط الصنق. مع ابرة رقم تلاتة ونصف مليمتر. في البداية بسم الله بنتدي نكون دائرة مكونة من ستة سلسلة. هسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط. حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة. اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشد بقى في العقد البداية. علشان نكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. باسحب الخيط واخرج منها. بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هسيب اخر خمس سلاسل واروح لاول سلسلة اشتغلتها في الحلقة الامنية. بدخل. اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. هنا بنجيب بقى بعد ما قفلنا الدائرة اللي كوناها من ست سلاسل بجيب خيط البداية خلف السلاسل واشتغل عليه بحيس ان انا اخفيه معايا وانا بشتغل. هرتفع سلسلة ارتفاع الغرزة الحشوة. بتدي اشتغل تمانية غرزة حشو داخل الفراغ اللي احنا كونا. ازاي بشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة? هنا ما بلفش بقى الخيط على الابرة ولا حاجة. غرزة الحشو بيكون معايا حلقة. بنزل فراغي. بدخل داخل الدائرة. اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين باسحب الخيط وباخرج مني. كده واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وتمانية. هنبتدي بقى نروح لاول غرزة اشتغلناها فوق حرف الدي الفرانت لوب والباك لوب بدخل. هسحب الخيط وباخرج من تحتهم. ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزل. السطر اللي جاي بيكون غرزة كلاستر فوق كل غرزة حشو اشتغلناها يعني بيكون عندي غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود بعد منها باخد خمسة سلسلة مسافة بشتغل فوق التمانية حشو تمانية غرزة كلاستر. سلسلتين ارتفاعوا مش بحسبهم من العدد وببتدي اشتغل داخل الفراغ الاول لكل غرزة من الغرزة التمانية غرزة كلاستر. ازاي بنشتغل غرزة الكلاستر او غرزة العنقود بيكون معايا برحلة او زي ما قلنا مع بعض قبل كده في فيديوهات تانية كتير ان غرزة العنقود او الكلاستر ممكن تكون مكونة من تلاتة عمود اربعة عمود خمسة عمود او اي عدد اعمدة انت حباها وده بيرجع لحجم انتفاخ الغرزة نفسها. يعني كل ما تحب الغرزة تكون منتفخة اكتر بتزودي عدد الغرز اللي انت بتشتغل بيها الاعمد. ازاي بنشتغلها? بيكون عندي على الابرة حلقة. بلف لفة واحدة. بدخل فراغي. هسحب الخيط وهخرب. يكون معايا الحلقة الاساسية وحلقتين يعني تلاتة هسحب الخيط واخرج من الحلقتين واسيب الاساسية. يتبقى معايا الحلقة الاخيرة من العمود نفسه هخليها بردك على الابرة. هلف الخيط ده تاني عمود في نفس الفراغ بدخل. هسحب الخيط وهخرج. بردك هسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخير. تالت مرة بالف الخيط بدخل فراغي بسحب الخيط وبخرج بسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحالة الاخيرة. لو هشتغل اربع اعمدة او خمس اعمدة او عدد اكتر بنفس الطريقة. بلف الخيط بدخل فراغي. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. الخاصين طبعا بالعمود الاخير. واخلي الحالة الاخيرة. تمام? في النهاية بيكون معي عدد الاعمدة طبعا اللي اشتغلناها بيكون مع كل عمود حلقة عندي على الابرة. يعني انا هنا اشتغلتها من تلاتة عمود فبالتالي معايا تلات حلقة بالاضافة للحلقة الاساسية يبقى اربعة هسحب الخيط واخرج من تلاتة تتبقى الحلقة اللي خرجت بيها والاساسية اتنين هسحب الخيط واخرج منه خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تاني برجع في الغرزة رقم اتنين هلف الخيط هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج هسحب من حلقتين بس واخلي الاخيرة تاني عمود بلف الخيط وفي نفس فراغي هو هو اسحب ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب من حلقتين وخلي الاخيرة عفوا بلف الخيط تالت مرة بدخل فراغي باسحب الخيط بخرج باسحب الخيط بخرج من حلقتين وخلي الاخيرة اربع حلقة على الابرة تلات حلقات التلاتة عمود والحلقة الاساسية باسحب الخيط بخرج من تلاتة يتبقوا اتنين هاسحب الخيط واخرج من خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبرجع اقرر فوق كل غرزة من التمانية اللي احنا اشتغلناهم بغرزة الحشو هشتغل غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود بلفة بعد منها خمسة سلسلة مسافة. راجعت لكم تاني في السطر اللي جاي. في نهاية السطر اللي احنا فيه ده ببتدي بقى في الفوق اول غرزة كلاستر بغرزة منزلقة. وبنمشي بمنزلقة لغاية السلاسل. مش هشتغل فوق غرز الكلاستر خالص. هنبتدي هنا بقى نشتغل سلسلتين وهعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. داخل الفراغ الاول هكون زاوية مكونة من تلاتة عمود. تلاتة سلسلة. عفوا خمسة عمود. تلاتة سلسلة خمسة عمود في نفس الفراغ. خلف في الخيط. عشان اشتغل بقى العمود كامل بيكون عندي على الابرة حلقة. بلف لفة واحدة اصبح معي حلقتين. هدخل فراغي اسحب خيط واخرج معي على الابرة تلت حلقتين. هسحب واخرج من حلقتين? بتبقوا اتنين بسحب خيط وبخرج منه. كده ده عمود. اتنين. تلاتة. اربعة وخمس. طيب هتسأله دي ممكن يا رندن احنا بدل ما نشتغل الخمسة نشتغل تلاتة او اربعة عمضة? آه ممكن. بس في الحالة دي لو انت هتكوني الفراغ عندك الزاوية من تلاتة عمود. تلاتة سلسلة تلاتة عمود. كل الفراغات هتشتغل برضا بعدد التلاتة. يعني مسلا احنا بنشتغل في الزاوية تلاتة آه خمسة عمود تلاتة سلسلة خمسة عمود. لو انت هتشتغل التلاتة عمود او اربعة عمود. فبيكون عندك تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود او اربعة عمود تلاتة سلسلة اربعة عمود. طيب. الفراغ اللي بعده بيكون خمسة عمود بلفة بس. يعني مش بيكون زاوية. تمام? وارجع زاوية فراغ. زاوية فراغ. في الزاوية بشتغل مارتين. خمسة عمود او تلاتة عمود او اربعة عمود. تلاتة سلسلة مسافة ودي سبتة. وبرجع تاني بشتغل الخمسة عمود بتوعي اول عدد اللي انتي بتحدد دي. هنا اشتغلنا بخمسة باخد واحد اتنين تلاتة سلسلة. يبقى هشتغل الباقي كمان بخمسة. واحد. اتنين. تلاتة اربعة وخمسة. زي ما قلنا مع بعض غرز العنقود او الكلاستر اللي تحت بتجهلها تماما. الفراغ اللي جاي بشتغل فيه خمسة عمود بس. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة وخمسة. الفراغ اللي جاي بيكون زاوية. يعني فيها خمسة عمود. تلاتة سلسلة خمسة عمود في نفس الفراغ واللي بعده ما بيكونش زاوية فبيكون فيه بس خمسة عمود. وبفضل اقرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين شكل المربع معنا. بروح لاور غرزة اشتغلتها سلسلتين الارتفاع نتجاه لهم ونروح لاور غرزة تحت حرف الفي الفرانط لوب والباك لوب. بدخل. اقفل بغرزة منزلك. طيب. السطر ده هبتدي فوق الاعمدة يا بنات. يعني فوق الزاوية هشتغل حشو تلات سلاسل حشو. تمام? اما فوق الاعمدة هنبتدي نسيب ناخد من فوق تلات سلاسل ونسيب من تحت عمودين والعمود اللي في المنتصف فاشتغل فوق غرزة حشو. اسيب عمودين وباخد من فوق تلات سلاسل. واروح اشتغل ايه حشو في الفراغ اللي في المنتصف ده. طيب انا هنا فوق العمود ده. همشي كمان بمنزلكة للعمود اللي بعده. وكمان منزلكة للعمود اللي بعده في المكان ده هبتدي ارتفع سلسلة وغرزة حشو. تمام? علشان انا ما كانش ينفع اشتغل فوق الاتنين دول لاني مفروض ان فوقيهم فيه سلاسل مش غرز. هنا بقى باخد تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هسيب العمودين البقيين واروح للسلاسل التلاتة واشتغل حشو. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وكمان مرة في نفس الفراغ غرزة حشو. نرجع تاني بنكون تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. هنسيب عمودين. ونروح للتالت فوقيه غرزة حشو. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هنسيب عمودين وننزل في الفراغ اللي ما بين الخمسة عمود دول والخمسة عمود اللي بعدهم بنزل اشغل غرزة حشو. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هسيب عمودين وفي التالت فوقيه بشغل غرزة حشو. تلاتة سلسلة نسيب عمودين في الفراغ اللي بعدهم بشغل حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة هنسيب عمودين وفي التالت باشغل فوقيه حشو. تلاتة سلسلة هنسيب العمودين وهنا هتقابلني الزاوية اللي بعدها بيكون فيها حشو. تلات سلاسل كمان مرة في نفس الفراغ حشو. وبقرر بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بها يا بنات في المكان ده من الزاوية دي للزاوية دي. فوق كل الزاوية اللي بتقابلني لغاية ما برجع لنهاية السطر. رجعت لكم تاني واخر حاجة اشتغلتها كانت الحشو تلات سلاسل هنسيب بقى العمودين اللي احنا اشينا فوقيهم بمنزلقة ونروح لغرزة الحشو نقفل بغرزة منزلقة. تمام. في السطر ده ما بين الزاوية والزاوية بيكون او يعني هنا عشان الفراغات هنا مشابان معنا او ما بين الزاوية والزاوية بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست فراغات. فكل فراغ منهم بشتغل تلاتة عمود بلفة. اما في الفراغ اللي هو فيه الزاوية نفسها بشتغل مرتين. تلاتة عمود. تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ. تمام? فوق الحشو الاولى بقفل بغرزة منزلقة. وبالتالي احنا هنمشي بمنزلقة لغاية السلاسل لاني مش هشتغل فوق غرز الحشو يا بنات. فوق كل فراغ بشتغل تلاتة عمود سلسلتين ارتفاع مش محسوبين من العدد. وببتدى اشتغل تلاتة عمود بلفة في الفراغ الاخير. ده الاخير اللي هو قبل الزاوية هنا تمام? انا عندي اهو بصوا بعد ما قفلنا. دي الزاوية بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ورقم ستة الاخير اللي احنا فيه. عمود اتنين تلاتة. ما بخدش اي سلاسل او اي مسافات. هنا بقى دي فراغ الزاوية بدخل بداخل تلات سلاسل دول اكون تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ. كده واحد اتنين تلاتة وكمان مرة في نفس الفراغ. واحد اتنين تلاتة. من الزاوية دي عشان اروح للزاوية اللي بعدها فيه ست فراغات. فكل فراغ تلاتة عمود بلفة ما فوق بناخد سلاسل لأ ما باخدش غير بس داخل الزاوية. واحد اتنين تلاتة الفراغ رقم اتنين بتجاهل غرز الحشو تماما. واحد اتنين تلاتة هسيب الحشو. خليف الخيط مباشرة واروح للتلات سلاسل رقم تلاتة واحد اتنين وتلاتة الفراغ رقم اربعة واحد اتنين تلاتة فراغ الخامس واحد اتنين بسم الله تلاتة الفراغ رقم ستة والاخير واحد اتنين تلاتة الزاوية يا بنات هي الفراغ اللي جاي الزاوية بشتغل ايه بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود فوق التلات سلاسل وبقرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريق. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد ما خلصنا السطر بتاعنا بنروح لاول غرزة وبقفل فوقيها بغرزة منزل. بسحب بقى الخيط وبسحب عشر خمستاشر سنتي وبقصه بعد كده بابرة التنضيب بنضف الخيط الزيادة ده خلف الوحدة. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية وحدتنا النهاردة. بتمنى تكون وحدة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش فضل اللايس امرا ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من ويه. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجراز عشان يوصلكم مني كل جديد وكمان ما تنسوش الضابة وصفحتي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.